زيكوا جماعة ملينية وحشتوني والله. اه المهم اعايز اقول لكم ارضى على موضوع مهم وبصراحة انا هو موضوع مش مفرحة وموضوع موحبت على قد ما هو موحبت يعني ايه? هي هي نفس المعنى. موضوع موحزن على قد ما هو موحبت بس اه بصراحة انا عايز اقول لكم الجمارك هنا في مصر ان شاء الله من يوم تلاتة وعشرين نوفمبر اللي فات ده. انا وكنت فاكر الكلام كدبي بيني وبينكم. انه يعني مجرد الشعاعات وكده ل Rudd فعلا القرار بدأت نفز من يوم خمسة وعشرين نوفمبر وليوم ت치 عشرين نوفمبر اللي فات. في مباالات بدأت تنزل بسارع عالي. كمان من ريلمي اللي هو سي خمسة وعشر موارج جديد. اخرى مباالات من ريلمي اللي ازلت نزلت بالسارع الجديد ازياد القانون ده بيقول لك زيادة عشر في المائه على كل المباالات. عشر في المائه يعني كل الف جنيه عليها مين جنيه زيادة. يعني لو موبايل ب чем اторов هتلاقيه بقى الف ومية. لما ما بقى الفين جنيه هتلاقيه بقى الفين ومتين. موبايل بثلاث تلاف جنيه هتلاقيه بثلاث تلاف وتلتمية. فيامني? بقى اربعة تلاف هيبقى اربعة تلاف ومية. بعد الضارجة والكلام ده كل الف جنيه عليها ميز جنيه زيادة. فمش عارف صراحة ده الكرار اللي انا شايفه مش عادل. المهم العبر من الفيديو بقى اللي هنعايز اقوله لك كلمتين مهمين. الحق. الحق انفت بجلدك. لو عاوي الفترة دية. عين كان سعر وعينك عليه. ومنتظر ينزل احسن منه وكده. لا. الحق اشتري دلوقتي. لان السنة الجديدة. الفين اتنين وعشرين. ممكن انزل قانون تاني. او القانون ده يتعدد. او صعار تزيد اكتر من كده. ما حدش عارف بكرة في ايه. عايز اشتري موبايل اشتريمش من بكرة دلوقتي. ما حدش عارف بكرة على صعار هتتغير تاني توصل لايه. اللي حققت لك موبايل افرح بيه. بدل ما تجيب موبايل وتدفع عليه ثلثمية جنيه خمسمية جنيه زيادة. بدل ربط الكيمة المضافة الجديدة. اللي ممكن تتغير في السنة اللي جاية. بدل دلوقتي تدفع عشر في المية يعني 100 جنيه متين جنيه مسلا على الموبايل لها تشتري زيادة. احسن ما ممكن تبع 20 في المية ولا حاجة في 2022. اه بيني وبينكم ان شايف دلوقتي احسن فرصة. يعني اخف من اخف من اخف زي ما بيقولوا. بس دي كانت امنا صحيح ازا ولا لكم من ارادة وبصرح مش اعرف يعني انها. يلا شكرا جدا لكم انت وصلت لحد هنا ممكن العادة يعني بس. شوفكم على خير. السلام عليكم ولا اله الا الله.